أشاد الأمين العام لجامعة دول العربية السيد أحمد أبو الغيت بالأجواء الإيجابية التي شهدتها الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية العادية الثانية والثلاثين والمقررة في المملكة العربية السعودية جاء ذلك في كلمة لأبو الغيت في افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية العادية القادمة والتي ألقاها نيابة عنه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد إن هذه الأجواء من شأنها أن تدفعنا إلى تجديد العهد والعزيمة على تفعيل مبدأ التضامن العربي والذي بدأ بالفعل يأخذ منحاه الجدير به ويعكس على نحو عملي المساندة والمؤازرة بين الدول العربية والمؤخاء التي لطالما تطلعت إليها الشعوب العربية لتحقيق التكامل الذي بنيت عليه جهود تأسيس الجامعة غير أن الأجواء الإيجابية تلك لا ينبغي لها أن تدفعنا بعيدا عن الواقع الذي تشهده المنطقة العربية منذ عدة سنوات وهو تراكم التحديات الخطيرة وتداخلها والتي لا زال يتعرض لها البنيان العربي وأركانه الأساسية